اهلا بكم بلا شك السوشيال ميديا والكاميرات الموجودة في الموبايلات ووسائل التواصل الاجتماعي عملت كرسة كرسة كبيرة جدا خلت الشباب المرقين والشباب اللي شوية ما عندوش اتزان عقلي يعمل حركات فيها استهارات والنتيجة بتكون مخيفة جدا اما بقى باستخدام آلة معينة او أداة معينة يعني انا بقى اجري ببتناج وبخلي صحابي يصوروني وبعمل حركات اكروباتية او على حاجة كده في حاجة اسمها الترمبولين هتشوفوه دلوقتي الترمبولين ده حاجة انا شفته كرسة كرسة يا جماعة اهو ده ممكن يتشل شلال رباعي هنفهم اكتر واكتر مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ واستشاري علاج القلم بالتدخل المحدود وعلاج ألام العمود الفقري والمفاصل كل الطبي جماعة عين شمس أهلا بك دكتور هشام العزازي أهلا بك فيه يعني تصرفات فيها نوع من الجنون من الناس يعني لما لاقي مثلا رجل كبير جايب لولاده بتناش كده كهربائي وهو نفسه بيتجربه ويروح نازل على ظهره درب طبعا تشوفت فيه فترة كده طلعت المتاع الكهرابي اللي بينور ده مخيف جدا اه طبعا اه حاجات مخيفة اهو لا اهو لازم يبقى فيه حرص وفيه يعني حرفية اهو حرفانة بروفيشنال عشان يستخدموا الحاجات دي اهو بالتدريب معين اه اه هكي الالم ما بين الجراحة وبين التدخل المحدود دم ما بين الجراحة وبين الترد الحراري امتى هلجأ لده وامتى هلجأ لده الطبيعي في اي علاج في الدنيا ان الواحد يبتدي بحاجة اه 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 مالهاش مشاكة يعني اول لو جاء عين عنده واجع في ظهره وغادر يفو كل حاجة ياخد شوية ادوية بسيطة اسبوع اسبوعين خفت خلاص ما فيه حاجة اسمه اجري على الجراحة ولا التدخل محدود اه وبعدين فيه علاج طبيعي جرب علاج الطبيعي فكت العضلات الدنيا اه بقت كويسة خلاص ليه لان دول الحاجات مشاكلهم اقل بعد كده لا ما استفدش العلم ده تبيقول ما فيش حاجة اسمه اجري على الجراحة لازم اجرب الطرق اللي هي مالهاش مشاكل كتيرة فابتدى يخش هنا علاج الالم بقوة ان انا اخش اعالج الالم بدون اعرض المريض للمشاكل والخطورة اللي بتعرضها في الجراحة جراحة جراحة هنفتح الظهر هنشيل غضاريف ممكن اتحط غضاريف صناعية غضاريف كربونية في الرقبة او غضاريف مصامير وشرايح وتزبيت فقرات والتدخل المحدود هو بيعالج الالم ممكن اخش اشيل نواة غضروف اخش اعمل تردد حراري نواة بالتبخير حقنا بأسطرة طيب الفرق بين الاتنين ده من سمين تدخل محدود بدون فتحة جراحية ولا غرز وحتى البنج الموضعي هو اللي منستخدمه في التدخل محدود اما التدخل العامل هو الجراحي لا جراحة فتحة كبيرة يفتح العضلات يوصل للغضروف يشيل عظم يشيل اجزاء من العظم يشيل اجزاء من الغضاريف طيب دي اول نقطة فرق كبير بين الاتنين فرق التاني المشاكل التدخل المحدود اللي عنده ده دهر متركب له مصامير هو اللي عنده استفاده ولا ما استفادش ممكن يكون استفاد بس لو ما استفادش اتعرض لقلم شديد ودي بقى المشاكل الام تزيد تليفات حوالين العصاب التراجد تحرير عمره ما يعمل تليفات حوالين العصاب الجراحة بتعمل فرصة العدوى الجراحية اعلى في التدخل المفتوح العادي عن التدخل المحدود ان يحصل انفكشن يحصل صديد يحصل خراج وشفناها كتير الحاجة التالتة بقى فترة النقاة فترة النقاة هنا بيقعد شهر شهرين تلاتة وفيه ناس يقول لي انا عدت سنة بعد العملية الجراحية مش قادر اتحرك لكن التدخل محدود تاني يوم بيمارس حياته هو العلم كله زي المرارة بالطريقة الجراحية ومرارة بالمنظر منظر هي تدخل محدود لا جراحي من رغم انها جراحة بس بالمنظر وهكذا فهو ده الفرق الجوهري بين الاتنين ان الواحد بينقل حاجة المشاكل فيها اقل ما بقولش ان التردد حاليا مفيش مشاكل لا بس بنقول ان مشاكله مقدورة عليها وفيه حالات لابد لابن جراحة اه دي بقى هنا بقى لو العيان جيه وقلنا امتى نعمل جراحة امتى نعمل تدخل محدود الجراحة اساسيا لو فيه ضغط على الحبل الشوكي عيان مضغوط على الحبل الشوكي هيجي له شلل رباعي يجي يقول لي لا اعمل جراحة طب يقول لي انا خايف انا مرعوب انا مش قادر مش قادر او مشكلة تاني او عنده حاجة تمنع الجراحة تمنع البنج الكل لان انا مفيش غير البنج الكل هيتشال فبقول له خلاص هنتطر نعمل الاساليب المحدودة مضطرين نعمل اساليب المحدودة عشان نقلل لك الالم حتى نزبط لك الحاجات تانية وندخل الجراحة بعدك او نزبطها ومش قادرني ندخل الجراحة بس تتحافظ على نفسك ما تشيلش حاجات قيلة ما تزقش يبقى انت اه الامن الجراحة او الجراحة مش هتنفع لسبب ان هنا طبي كسر كبير في العمود الفقري تقول لي اعمل لي تردد حراري لا بعدها يبقى كده منضحك عليك لا اعمل جراحة وثبت الفقرات تزحزح عنيف في العمود الفقري قدى الى سقوط في قدم تردد حراري هنا هيساعد في القلم لكن مش هرجع الرجل ما كانها فاللي عنده صوت في القدم لو الجراحة مش مناسبة او الامنها او غير مناسبة طبيا هيتطر يرجع للتردد حراري هنعالج القلم مع الحفاظ على نفسه ويعمل بقى عليك طبيعي مكسف حتى نرجع رجل ما كانها عدم تحكم في بولوبراز العصب اصل درجة عليك هتعمل جراحة مش هي لكن قال لي والله برضو انا خايف او عدم تحكم في بولوبراز سببه تاني من سبب الظهر ممكن اسباب اخرى يعني في الحالة دي بتسيب لنا الموقف نقيم الوضع هل البقى لازم تعمل جراحة ولا طرح يعني تحس ان الصورتين بيكملوا بعض لا ده يعيب ده ولا ده بيعيب ده ده له عيان وده له عيان ده لي انديكيشن او دواعي استعمال وده لي انديكيشن ودواعي استعمال بيكملوا بعض ده الحقيقة ايه مميزات تبخير الغضروف يعني في حالات تبخير الغضروف ده اجراء رائع للي برضو يناسبه احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده يعني اللي بيتابع ممكن يشوف ازاي اتعملت الطريقة مميزاتها انه اجراء بالقبر بدون فتحة جراحية بدون غرس بدون مشرط العيان مفيش غيار على جرح العيان عملنا للتبخير تاني يوم يبتدي يشعر بالقلم بالتدريج يقل القلم في خلال الشهر نسبة الحركة بقوله اتحرك تاني يوم انا الحركة ما بطلبش منه ينام في السرير تار تاربع شهور الحاجة التالتة انا حافظت على الغلاف الخارجي للغضروف محافظة دي خلت الفقرات ثابت انا محتاجتش اعمل تزبيت فقرات زي اول حلقة بايننا المصامير وبتاع مش محتاجين ده خالص في تبخير نواة الغضروف الحاجة الرابعة ان العيان فترة نقاها يوم مفيش مبيعودش اكتر من كده مفيش مخاطر الجراحة زي مشرط يقطع عصب لا ده مش موجودة مفيش مخاطر الجراحة ان يحصل تليف عصب دي مش موجودة فالطرق الحديثة دايما بتحاول تتفادى المشاكل الموجودة في الطرق الاقدم وبالتالي فوق التبخير احدث وطبعا مش حاجة بنجربها في الناس ده حاجة اف دي ابروف دي يعني منظمة صحة الامريكية موافقة عليه مصر موافقة عليه العالم كله موافقة عليه كتقنية حديثة في علاج الغضروف بدون مشاكل الجراحة بس لازم نقول انه لازم العاني يتحرك في الوقت المناسب عشان يستفيد من هذه الاجراءة طبعا بنطلب منه مثلا اول يوم راحة تاني يوم بتدي يتحرك بس طبعا بدون زق احمد يقول لنا انا انا شيال لا ما هتنفعش تشيل لازم اتغير الجوب دي او الوظيفة دي او تأجل واحد بقول انا بزق شغلتي بزق احاجات بزق عربية ما ينفعش ما ينفعش ان انت ما هتحمل على ضغرك تاني واحد رياضي لكن هي بقى مفيدة جدا واحد مثلا طيار يقول لي انا مش هاويز اعمل الجراحة لو انا عملت الجراحة التاني يوم مش هسوق الطيارة هيمنعوني من سوق الطيارة فاذا دي حاجة لا جراحية هتعالج المشكلة فاذا هتفيده واحنا وعالجنا المشكلة بدون من اعرضه لازية هو مش هايبه في احتياجه لانه يعمل اجراء كبير لانه المسألة مجرد ان بعاج فيها الغروف خارج مكانه وعامل لها القلم شديد دي الزلط وعالجنا المشكلة بدون جراحة يعني بابرة بسيطة او حاجة سهلة طيب الناس تحب تفهم اكتر ايه اللي بيتم في اليوم ازاي بندخل بالابرة التخدير ايه الاجراء بيتم في غرفة عمليات ولا في برا غرفة عمليات كل الحاجات دي بيتمون في خطر بعد الكاشف والفحصات العيام بيجي غرفة عمليات لازم لو كان يبقى متعقم وضهر العين بتعقم ما يفعلش في عيادة ولا حد يقول لي في مركز صغير ولا لا قدة عمليات فيها جهاز اشع اللي هو القدرة ان يتصور مكانه الغروف لان العملية بتتعمل لايف تحت جهاز اشع بعد ما نعقم ظهره او رقابته حسب بقى هنعمل فين بندخل الالة ببنجة موضعية فالعامة بشعرش بقلم في بنجة موضعية في الموضوع الآلة بتخش بسمك واحد ملي بتوصل للغضروف تعالجوا شلنا الآلة نقول لي العيان اتفضل في بلسر عرضها ركشيله لما تروح البيت في نفس اليوم تحرك ويمشي بدون حركات عنيفة بدون ما تزق وتشيل اليوم بينتهي يجي العيان قابليها بساعة العملية مدتها تقريبا ساعة بعديها بنص ساعة يروح البيت يقول لي طب اسوق عربية تاني يوم طب اطلع سلالة في نفس اليوم فهو اجراء بسيط سهل يعني رجل كتير قوي بتسأل على الجروح جرح العملية مفيش جرح مفيش جرح شكت ابرة لدرجة انت ممكن تبص على ظهر المريض هو انت هدخلت منين مفيش جرح شكت الابرة ملهاش جرح ليها نقطة كده مكان الابرة وبتروح تاني يوم ده اللي بيحصل بالزبط ان الإجراءات الحديثة دي مفيش جرح للمريض ودي حاجة مهمة جدا ممكن نقرن التبخير بغير الغضروف بتردد الحراري في نفس الستيوشن اه طبعا وده في الأغلب الأحوال كده لان التبخير بيعالج الغضروف لكن التردد بيعالج العصب وفيه تردد بيعالج الغضروف بس نوعيات معينة من الألم الغضروف فالتنين في أغلب الأحوال بنعملهم مع بعض وبعض الناس يحتاجوا التردد بس نضيف عليهم بقى حاجة تالتة ممكن ندخل أسطرة جوه القناة العصبية ونحن الأعصاب من جوه ونوسع القناة العصبية عن طريق الحق السلاسة ده هو أكتر طريقة سفيد بيها المريض وتلاقي إن ظهره بيتحسن بسهولة يعني ده صورة للتردد الحرارة ده على أجل العصب اللي قابليها كانت للتبخير فدول الاتنين بتعملوا مع بعض بابا أنا متأكد إن أنا بشتغل على العصب اللي فيه المشكلة اللي فيه القلب متأكد بنسبة 100% إزاي إن فيه جهاز أشعة بيقول لي مكان العصب فيه تاني حاجة جهاز التردد نفسه بيطلع الزبزبات يقول لي العصب فيه أنا الإبرة حاطيتها هو ده العصب لو ده مش ده العصب فالجهاز بيطلع الزبزبات الزبزبات دي تديني إشارة في الجهاز أنا قريب من العصب لأنا بعيد عن العصب أرجع الزبط الإبرة تاني فهنا نسبة الدقة عالية جداً وعشان كده نسبة نجاح العمليات دي بتوصل لـ 80 و90% فيه ناس كتير قوي بتعتقد أنه طول فترة الألم يعني بقالي سنين عندي ألم خلاص يبقى أنا كده من المؤكد أنا نهاجه للجراحة ده اللي بيخليهم يعزفوا بيخافوا خلاص بيعودوا بقى في بيتهم لا لا خلاص كلام مش دقيق هو حسب المشكلة إيه الأغلب الناس اللي هم عند بالهم سنين بيبقى عندهم غداريف مزمنة ويخشونة في الفقرات مفصلات بقت متهلكة وملتهبة تزحزوا فقرات الستة تيجي تقولي أنا وسطي يتقاسى من الصين ماشي كايني فوق غير اللي تحت وبعدين يبتدوا مايروحوش بقى للجراحة مايروحوش للعلاج أنا آسف هي خايفة من جراحة لا التدخل المعدود هنا ليه دور فعال جدا إنه هو لإما هنعمل تبخير لإما هنعمل تردد لإما هنعمل حقنا قناعة عصبية بالأساطر مالهوش دعوة بفترة زمنية للعين ليه دعوة المشكلة إيه فالتشخيص مهم جدا وتنقية نوع العلاج للمريض مهمة جدا ده ده اللي بيجيب نتيجة مظبوطة عند العينين فيه معتقد تاني إنه طالما أنا خدت مسكن والألم اختفى أنا كده عالكته وقداني علاج ده هو اسمه مسكن بسموش علاج ما هو للأسف في ناس كتير بترون وفي ناس تقول إن التردد حراري مسكن دي بسمحها كتير هو علاج للعصب يعني العصب الحركي والحسي لما بطلع عليه زفزبات التردد حراري هو بتعالج لما بعالج نواة الغضروف هو علاج والناس يقول لي ده بيقعد ويرجع على طول لا بيقعد ويقعد سنين طول ما العين محافظ على نفسه ما بيشيرش حاجات إيه لأ التردد حراري والتبخيل الغضروف يقعد مع العين سنوات وما فيش ألم ما فيش مشكلة عنده عندنا بقى بدلتين بدل زرقة وبدل حمرة طبعا حضرك عارف اللي بيجرم بيرتدي بدلة من البدلتين بدل زرقة يبقى جرم ومتوسط عادي يعني ما عملش حاجة كبيرة بس خد بقى لبس يعني خد حكم يعني بدل حمرة ده أدام ده مين اللي يلبس بدل زرقة ومين اللي يلبس بدل حمرة نبدأ بالزرقة اللي بيلبس زرقة ما بيدورش على علاج قاعد بيتمتقلم وقاعد يقول لك أنا أفضل متقلم متعاقب نفسك زي بتقولت خدت جرم متعاقب نفسك ثم اتدور عليك وقال لك أنا هاخد بقى مسكنات وعيش عليها والله شفت كتير بيغسلوا كلا وقرحة معدة من المسكنات احنا بنشوف قطنة لان احنا متعامل بقى البطنة بنشوف بتشوفوا بقى يقول لك خد قرص كذا مسكنات كل ده بدل زرقة الحمرة بقى ان هو يروح للحجامة ويعتقد ان حد هيعمله خياطة في ظهره انا ده ابن الحلال ده انت كده اه خزامة اسمها الخزامة والله اه خزامة الخزامة دي كارسة كارسة وانت بتأذي نفسك او يجيب مشرة يشرطله وضهره ويشرطه رجله اللي بيطلع الدم الفاتس دم فاتس ده وربنا ده خلق حاجة فاسدة يعني دم اللي جوه جسمك ده مش فاسد ده دم طهر دم كويس جدا نفسد ايه ونعمل ايه طبعا ده بده الحمرة على طول انت كده علامة حمرة انت يعني انت غلطان في حقك انت يعني كارسة نورت يا فانتب ضيف العزيز والخيم العزيز الكبير الأستاذ دكتور هشام العزازي استاذ واستشاري علاج الالم بالتدخل المحدود وعلاج علام العمود الفقري وعلام المفاصل كل الطب جماعة عن شمس الاسم الرائد القدير اللي علم علاج الالم كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور موسيقى 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 موسيقى